من التصعيد إلى الحرب أو التلويح بها مدفعية ثقيلة ودبابات وصواريخ وطائرات مسيرة وخسائر بشرية بين أذربيجان وأرمينيا التي أطلقت الرصاصة الأولى ناغورنو كارباغ أقليم أذري تحتله أرمينيا وأكثر من ذلك فاقت سيطر الجيش الأرمني على المناطق الأذرية الواقعة بين كارباغ والحدود الأرمينية الأذرية حيث تشكل بجتمعات قرابة 20% من أراضي أذربيجان دبلوماسيا لا يختلف الوضع كثيرا عن ساحات المواجهة فوزارة الخارجية الأذرية ترى بأن أرمينيا تسعى لاستغلال الصراع في كارباغ لصرف انتباه سكانها عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في البلاد وتكريس سلطة رئيس الوزراء نيكل باشينيان المد الأرمني لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى الاستعانة بعناصر حزب العمال الكردستاني بيكاكا المصنف منظمة إرهابية للمشاركة في القتال الدائري بأقليم كارباغ أذربيجان كشفت عن اتفاق جرى بين أرمينيا وحزب العمال الكردستاني يتضمن نقل ثلاثة آلاف مقاتل من الحزب الذين تدربوا في شمال العراق وسوريا إلى أقليم كارباغ مؤكدة أن بحوزتها معلومات استخبارية تثبت ذلك بما في ذلك مقاطع فيديو